وينضم لنا دكتور أحمد رزي والسادة المناعة في كلية الطب جامعة بغداد معنا من بغداد هنا بك دكتور أحمد فيما يتعلق بهذا المتحور الجديد ويبدو أن كورونا سيستمر كوفيد ناينتي سيستمر أو كورونا سيستمر بالتحور بشكل مستمر وبالتالي هنا أسأل عن قدرة جسم الإنسان جهاز المناعة البشرية هل يستطيع أن يتماشى مع هذه التحورات أن يبدأ بإعادة تطوير نفسه بنفسه إذا ما أصيب أكثر من مرة مساء الخير أعتقد استدحمة سؤالك مهم جدا والعالم كله الآن يدور حول هذا السؤال خاصة أن الإصابة بفيروس كورونا لا تعطي مناعة دائمية وإنما تعطي مناعة موقتها ومناعة موقتها قليلة الأمد أو قصيرة الأمد في نفس الوقت هو الفيروس نفسه معروف عنه أنه هو فيروس RNA وبالتالي شريط واحد وبالتالي قدرت على تكرار الطفرات تكون عالية جدا النقطة الثالثة ونعتقدها النقطة المهمة أن الفيروس بعموم الفيروسات مثل أي كائنات حية موجودة يعني معدية أو تسبب الأمراض للإنسان لديها القابلية على إخفاء نفسها من الجهاز المناعي أو دفع الجهاز المناعي أن يعمل بعكس ما هو المطلوب بمعنى أنه بدل أن يقاوم هذا الفيروس أو بدل أن يقاوم هذا المسبب المعدي يعمل هذا المسبب المعدي أو هذا الفيروس أو هذه البكتيريا على تحوير أو عملية خداع للجهاز المناعي وبالتالي لا يستطيع رزده ولا يستطيع مكافحته ومن هنا أتت فكرة اللقاحات وفكرة تعريف الجهاز المناعي بالمسبب المرضي بالمسبب المعدي وبالتالي أخذ الاحتياط في حالة دخولة يتم التعامل مع هذا الجسم المعدي أو هذا المسبب المعدي بالشكل المناسب لأنه هو أصلا الجهاز المناعي ممنع ضده طيب هذا فيما يخص جهاز المناعة في جسم الإنسان ولكن المناعة التي يولدها اللقاح هل من اليعقل أن تقوم اللقاحات بإثبات فعاليتها في محاربات هذا المتحور الجديد مهما تحور الفيروس ألا يحافظ على بعض تركيباته وبالتالي ينجح اللقاح بمقاومة هذه التركيبات في داخله طبعا هو هذا الكلام الطبيعي والمنطقي عفوا كل التقارير العلمية لا تقول أن اللقاحات لا تعمل على المتحورات خاصة أوميكرون لكن تقول أنها تعمل على أوميكرون أو غيرها من المتحورات بكفاءة أقل هو هنا النقطة المهمة والسبب في ذلك أن المتحور عندما يتحور شكلا هذا التحور الشكلي يجعل الجهاز المناعي أو الأجسام المضادة ضد هذا التحور الشكري لا تكون مطابقة له مئة بالمئة أو لا يتم عملية اللقاء بين الجسم المضاد والمسبب المعدي وشكلا الخارجي بشكل مئة بالمئة وبالتالي الكلام حول أن كفاءة اللقاح تقل وبالتالي فكرة الجرعة التعزيزية أتت من هذه النقطة هذه المسألة المسألة الثانية أنا أعتقدها أيضا مسألة مهمة جدا علينا أن نفقه أن اللقاحات هي ليست لقاحات دائمية بمعنى ما هو موجود الآن هو يعطي مناعة موقته تحدث بين أربعة أشهر إلى ستة أشهر وربما أقل وربما أكثر هذا سببه أن العالم بعده في مرحلة تطور فهم الفيروس وتحويراته وبنفس الوقت مرحلة جديدة في كيفية تطوير اللقاح ممكن جدا أن الجرعة التعزيزية ترفع من كفاءة اللقاح ضد الفيروس وربما أيضا ضد أوميكرون لكن بنفس الوقت علينا أن نفهم أن شركات اللقاحات الآن أو شركات المنتجة للقاحات تحاول قدر الإمكان أن تعمل على جعل اللقاح مناسب أيضا لمتحول مثل أوميكرون والسبب في ذلك أن أوميكرون شديد العدوى دكتور رحمد أنت الآن أشرت إلى نقطة مهمة متعلقة بالفيروس وهي حالة التطور السريعة والمستمرة ولكن بالمقابل هناك المناعة البشرية لماذا جهاز المناعة البشرية وكأنه ثابت لا يتطور مع هذه المتغيرة سواء مع أوميكرون أو غيره من الفيروسات والبكتريا وإلى آخره من الأمراض سرعة تطور جهاز المناعة لماذا عند الإنسان لماذا هي بطيئة قياسا بسرعة تطور الفيروسات وبالتحديد كورونا نعم استاذ أحمد خلينا نكون واضحين بمسألة مهمة جدا أن الفيروس هو كائن حي يحاول البقاء البقاء حيا وكنا نعرف أن المتحورات بعمومها تحدث في الأشخاص الغير ممنعين الغير ملقحين بمعنى أن جهازنا المناعي يتعامل مع المسببات المعدية التي يعرفها بمعنى أصيب بها سابقا لكن التي تأتي جديدة يحتاج وقت إلى أن يتعرف عليها ويسوي فعالية ضدها وبالتالي يتعامل معها هذا يسمى time consuming بمعنى أنه يحتاج وقت إلى أن جهازنا المناعي يتعرف بشكل مناسب على هذا المتحور ويبدأ أيام العليا أجسام مضادة بمعنى أنه سوف نصاب ثم يتعامل جهاز المناعي معه وبالتالي لذلك نحتاج طريقة وقاية والطريقة الوقاية المثلة هي التلقيه وخلينا أيضا أرجع وأقول مسألة مهمة جدا الدول العالم لديها أجهزة متخصصة في الكشف عن المسببات المعدية يعني أمريكا عدها سي دي سي البريطانيا عدها وزارة اسمها وزارة اللقاحات أنا أعتقد العراق يحتاج هيئة متخصصة للكشف عن المسببات المعدية اللي ممكن أن تعطي إنذار مبكر أولا ثانيا تعطي أنسب طريقة للتعامل مع المسبب المعدي ثالثا تعمل ما يسمى بالجغرافية الوبائية ما هي المناطق الأكثر ممكن أن تصاب ورابعا وهذه نقطة مهمة جدا تعمل ما يسمى بالبريدكشن بمعنى أنه هي تعرف مسبقا أن العراق ممكن أن تدخل المسببات المعدية خلال فترة عشرة أشهر سنة أو أكثر باعتبار أن هناك جهاز عالمي ممكن أن يعطي هذا البريدكشن أو هذه التنبؤات المستقبلية بالمسببات المرضية خلو العراق من هكذا جهاز أنا أعتقد واحد من الأمور التي ستكون معيقة جدا في القضاء على فيروس كورونا في العراق دكتور أحمد ما دمنا نتحدث عن التوقعات المسبقة معطيات علمية بحسب بعض المصادر واردة من جنوب أفريقيا توقعت بأن يفشل فحص البي سي آير بالكشف عن هذا المتحور الجديد تحديدا ما مدى صحة ذلك لا لا فحص البي سي آير الآن متوفر في كل دول العالم بالعكس يكشف عن أوميكرون وبالحقيقة يكشف عن أوميكرون بشكل آخر أنه عدم موجود جين معين بمعنى أن هذا متحور أوميكرون وهذا موجود الآن في العالم كله يعني الأردن الكويت سعودية موجود أصلا كيف كيف استطاعوا يعني الكشف على أنه أوميكرون موجود في بلادهم أكيد بفحص البي سي آير وبالتالي هذا التطور الهائل الذي حدث في فحوص البي سي آير أعطى فسحة في الكشف عن وجود المتحورات بس هناك نقطة مهمة جدا خلينا نقف عندها أنه متحور دولتا كان خطر جدا يحدث وفيات كبيرة لامدا أيضا خطر جدا كان لكن الآن نتعامل مع أوميكرون بمعنى أن الفيروس وصل مرحلة 30 إلى 50 طفرة موجودة عنده لكن في النهاية هو ليس مميت في النهاية هو تكون بنسبة العدوى كبيرة جدا خلال ثلاثة أيام يتضاعف ثلاثة أو أربع مرات في العدوى وأيضا نقطة مهمة جدا الحالات التي كشف عنها في جنوب أفريقيا كانت حالات خفيفة اليوم اتفاجئنا بوفاة حدثت في المملكة المتحدة هذا يعني طبعا جرس انذار واضح جدا حول أوميكرون نعم سنكتفي إذن بهذا القدر أستاذ المناعة في كلية الطب بجامعة بغداد دكتور أحمد رجدي شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر